طوابي بنسمع باللغة العربية اشي اسمه الاسماء الخمسة بنحكي مثلا مرفوعه علامة رفعه الواو منصوبه علامة نصبه الالف مجروره علامة جره اليا طب استاذ اشهد انت حكيتين قبل شوي مثنى انه رفعا بالالف نصبا وجررا باليا لكن انه رفعا بالالف او نصبا بالالف رفعا بالواو يعني خشة الامور ببعض هذا الاسم هم الاسماء الخمسة اكيد عددهم خمسة تمام فالاسماء الخمسة يا صديقي هي عندي ابن عندي اخن حمن فو وذو علامة اعرابها ترفع بالواو تنصب بالالف تجرب باليا لكن في شرط لها انه لازم تكون مضافة يعني بعدها لازم تكون يا صديقي مضاف اليه فالاسم الواقع دائما بعد الاسماء الخمسة يعرب على انه دائما مضاف اليه مجرور مضاف اليه مجرور وضروري جدا ننتبه لا الاسماء الخمسة ويعرابها لانه ممكن يسألني اياها في درس النداء مثلا يا ذا الجلالي هنا يعرابها منادى منصوب وعلامة نصب الالف لانه من الاسماء الخمسة فضروري جدا ننتبه انه الاسماء الخمسة ابن اخن حمن فو وذو طبعا الحم هو والد الزوجة أو والد الزوج عندي الفو بمعنى الفم والذو بمعنى ماذا بمعنى الصاحب ويجب ان تكون مضافة الى غير رياء المتكلم حتى تعرب بالحروس نستعرض مجموعة من الامثلة على الاسماء الخمسة اوكيز يلا ناخد المثال الاول حضر ذو مال حضر فعل تمام التمام فعندي هنا كلمة ذو ايش اعرابها اعرابها فعل مرفوع شو علامة رفعه وعلامة رفعه الواو ليش الواو لانه من الاسماء الخمسة وهو مضاف اذا فعل مرفوع شو علامة رفعه الالف ليش لانه من الاسماء الخمسة وهو مضاف ومال شو بداعربها مضاف اليه مجرور اذا الاسم الواقع بعد الاسماء الخمسة يعرب دائما يا صديقي على انه مضاف اليه مجرور لا تضع يدك في فيك فيك يعني فمك فهونا فيك ايش بعربها الفي اسم مجرور وشو علامة جره وعلامة جره اليا ليش اليا لانه من الاسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه مررت بي أبيك مررت بي أبيك البا حرف جر حرف جر وأبي اسم مجرور ايش علامة جره برضو علامة جره ليش ليه لأنه من الاسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه تعلمت من أخ لك أخ اسم مجرور تمام يا صديقي شو علامة جره وعلامة جره تنوين الكسر طب أستاذ مش أبن أخن حمن فو ذو رفعا بي الواو نصبا بي الألف جرن باليا ليش كتبت كسره لأنه حكيت لك ملاحظة إنه لازم تكون مضافة حتى أعربها بالحروف فهون ما إجت مضافة ما إجت وراها ما كانت كونت من مضاف مضاف اليه لو قلت لي تعلمت من أخي زيد صارت هون مضافة وكانت مضافة لغيري المتكلم فتعرب بالحروف لكن هون لم تأتي مضافة فتعرب على أنها اسم مجرور وعلامة جره تنوين الكسر يعني تعامل معاملة الاسم العديل تمام تمام إذن مرة ثانية بنأكد فيما يتعلق بالأسماء الخمسة إنه وصل أبوك فاعل وأباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه من الأسماء علامة نصبه الألف آسف هنا نعدلها بس طلابي وعلامة نصبه الألف تمام ومررت بأبيك أبي هنا برضو بلأ مضبوطة هاي تمام اسم مجرور وعلامة جره ليا لأنه من الأسماء الخمسة إذن رأيت أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وبأكده أن الاسم الواقع بعد الأسماء الخمسة يعرب دائماً على أنه مضاف إليه مجرور هلأ فيه إشي باللغة العربية اسمه اسم مقصور اسم إيش ماله اسم مقصور هلأ دائماً نحكي فاعل مرفوع وعلامة رفع ضم الظاهر على آخره مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره لكن أحياناً كنا نحكي مثلاً اسم مجرور وعلامة جره إيش وعلامة جره مثلاً الكسرة المقدرة منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة الاسم المقصور يا صديق هو الاسم المقتوم بألف بهذه الصورة تمام لا تظهر عليه الحركات العرابية أبداً مستحيل تشوف عليه حركات عرابية مثلاً لما أحكي لك وصلت الصورة وصلت الصورة هلا الصغرة هون يا صديقي إيش بدي أعربها أنا بدي أعربها على أنها فاعل إيش ما له مرفوع إيش علامة رفعه الضم ضم إيش الضم المقدرة على آخره للتعذر ورح مر معنا درس في مادة اللغة العربية المشتركة المهارات إعراب الاسم المقصور ورح نتناوله ونتوسع فيه بس هاي عشان تكون عندك خلفية بسيطة جداً عن المادة لما يكون الاسم مختوم بألف لا تظهر عليه الحركة الإعرابية في حالة الرفع لا تظهر عليه الحركة الإعرابية في حالة النصب ولا تظهر عليه الحركة الإعرابية في حالة الجر وإنما تكون الحركة الإعرابية مقدرة ومنع من ظهورها التعذر إيش يعني تعذر يعني التعذر ظهور الحركة الإعرابية في عندي تعذر في عندي ثقل ثقل بيكون ثقل النطق لكن التعذر بيكون عندي تعذر الحركة الإعرابية اشتركوا في القناة